أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء المسح السمعي لثلاثة ملايين وسبعة واربعين ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال ولحديث الولادة وتم تحويل 178 ألفا ومائة وسبعة وسبعون طفلا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول كما تمت زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما وذلك إلى 3500 من الوحدات الصحية في جميع محافظة الجمهورية